بسم الله الرحمن الرحيم النهاردة هنتكلم عن حاجة اسمه الكمبيلر وحاجة اسمه الاروز احنا مرئ لفاتكن أعملنا البرنامج الأولاني لنا وقلنا إن فيشكل معين للبرنامج علشان مايهملشه مشكلة ومشعارف ايه هو عصلا هيعرف منين إن في مختلف ايه الاداة اللي بتقوله إن في مشكلة عندي حاجة اسمه الكمبيلر مين الكمبيلر ده w'm compartilر بمنطقة البساطة الاداة دي موجودة جوه أي برنامج بس تخدمها لي실파 علشان تبدأ تراجع لي حرفة حرفة في البرنامج بتاعي وتشوف لي المشاكل اللي فيه المرة اللي فاتت فاكرين لما قلنا ان السيمي كولن لو تشالت تعمل مشكلة كبيرة جدا ادي ده نوع من انواع الحاجات اللي الكمبيلر بيلايه وبيوقف لي البرنامج ماينفعش يشغله طول ما الارور ده موجود طب ايه انواع الارورز اللي موجودة عندي ثلاث انواع أسفاية من الارورز اول واحد سينتكس ارورز سينتكس اهو السينتكس اللي احنا بنكتبه غلطة في السينتكس كتبت حرف غلط سي اوت كتبتها سي يو تي بدل سي او يو تي اه نسيت اعمل القصين اللي هم بتاعي سي اوت نسيت احط سيمي كولن اه ندهت على فانكشن باسم غلط كل دي سينتكس ايرور تمام لوجيكال ايرور لوجيكال ايرور حاجة مش منطقية حصلت حاجة فكريا غلط زي ايه اه زي مثلا اه ان انا خلي حاجة تشتغل مرات لا نهاية يعني في عندي حاجة اسمها اللوب اللوب ده هناخده قدام بس هو حاجة بتكرر لي العملية كذا مرة اه لو سبت اللوب ده يتكرر الى ما لا نهاية يعني البرنامج بتاعي ملوش ملوش ماسكة ملوش وقفة ما بيقفش في حتة في التالي ده هيعمل لي حاجة اسمها اللوجيكال ايرور في عندي حاجة كمان اسمها ران تايم ايرور ده ايرور بيظهر اثناء التشغيل ما بيوقفش التشغيل برا بس بيظهر لي اثناء التشغيل جيت انا عندي اكس واي واي دي بزيرو جيت قلتلو زب بتسوي اكس على واي الاسم على صفر حاجة مش معرف بالتالي ده هيعمللي ران تايم ايرور حاجة حصلت في النص عملتلي مشكلة وانا شغال مش بتحصل من الاول تمام كده احنا عرفنا انواع الايرور عرفنا ايه كومبيلر اتمنى اكون افتقوا في الدرسة السريعة ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته